من الضرر والمعاناة لسكان قطاع غزة الذين يعيشون أسوأ مأساة إنسانية في العصر الحديث منظمة الصحة العالمية دعت الجهات المانحة إلى عدم تعليق التمويل للأونروا في هذه اللحظات الحارقة وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيال لينديماير إن الوقت ليس مناسبا للتخلي عن سكان غزة خاصة أن توفير الملاجئ والمراكز الصحية والغذاء والأدوية في القطاع يتم من خلال الوكالة وأكد المتحدث باسم الصحة العالمية أن سكان غزة حاليا في أمس الحاجة إلى الدعم مضيفا بأن مناقشة الاتهامات الإسرائيلية لعناصر الأونروا كانت لتشتيت الانتباه عما يحدث بالفعل من جرائم كل يوم وكل ساعة في غزة من جانبها دعت منظمة العفو الدولية الدول التي قررت تعليق تمويلها للأونروا بالتراجع عن القرار الذي وصفته بالظالم ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة الأممية كما أعربت عن صدمتها جراء صدور القرار على خلفية مزاعم تتعلق بإثنى عشر موظفا من أصل ثلاثين ألف موظف في الأونروا وقالت العفو الدولية أنه من الصادم للغاية أن تعلق بعض الحكومات تمويل الأونروا بعد أيام قليلة من توصل محكمة العد الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة وفي السياق نفسه أصدرت 21 منظمة غير حكومية دولية من بينها أكسفام وأطباء العالم وأنقذ الأطفال والمجلس الدنماركي للاجئين بيانا أعربوا فيه عن استياءهم من تعليق تمويل الأونروا في وقت تشهد فيه غزة كارثة إنسانية وعربت المنظمات عن صدمتها حيال قرار المانحين بقت الإمدادات الغذائية عن شعب بكامله في وقت كانت تدعو هذه الدول بنفسها إلى زيادة المساعدة لغزة وذكرت المنظمات أن الأونروا فقدت أكثر من 150 موظفا منزبط الأدوان الإسرائيلي في حين تضررت 141 من مشاءاتها بسبب القصف ورغم ذلك تواصل الوكالة تقديم خدماتها في ظروف شبه مستحيلة لتوفير الغذاء ومياه الشرب واللقاحات لسكان غزة أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلى ضابط وجنديين بمعارك بغزة ليرتفي عدد القتل العسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة إلى 560 جنديا وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أصيب 2797 جنديا منذ 7 أكتوبر الماضي بينهم 1647 إصابة عادية 726 إصابة متوسطة و424 إصابة خطيرة فيما بلغ عدد المصابين منذ انطلاق العمليات البرية في قطاع غزة يوم 27 من أكتوبر الماضي إلى 1283 إصابة بينها 594 حالة طفيفة و429 متوسطة و260 حرية دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين الحكومة الإسرائيلية لوضع حد للقتل غير القانوني للفلسطينيين بالدفعة الغربية وطالبت الأمم المتحدة لأبيب بوضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب والتكتيكات الوسائل العسكرية خلال ما أسمته بعمليات إنفاذ القانون إلى جانب وضع حد للاحتجاز التعصفية الجمعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التنيزية المفروضة على حرية التنمي